عوامل كتيرة جدا ممكن تأثر على نجاحك أو عدم نجاحك في تربية الفراخ لكن أكتر عامل وأكتر سر تقدر أنك تستفيد منه أو تعرف أنه بيأثر على فراخك فتستغله لصالحك هي العلافة اللي بيحصل يا شباب أن الجهاز المعوي للفراخ بيتأثر جدا بالسموم والكوكسيديا والكوليستريديا الحاجات دي سببها الرئيسي العلافة المشكلة دي لو أنت قدرت تتعامل معها كويس وتبطار من السوق وأنت بتشتري علافات جيدة وهقول لك دلوقتي إزاي تختار العلافة المناسبة اللي بيحصل يا شباب أن العلف لو وقع على الأرض أو الساب لو وقعت على العلافة ده بينشط الكوكسيديا كلنا عارفينها بتعمل إسهال أحمر أو إسود أو بني والكوكسيديا سبب رئيسي للكوليستريديا الإسهال البني اللي هي سبب رئيسي للسموم اللي بتزود النافق فحضرتك لو كنت بتربف أعداد كبيرة اتعلم من اللي بيربي في تربية منزلية أنا بقول لحضرتك أنا بتعلم منهم لو تلاحظوا حضرتكو في التربية المنزلية ست البيت اللي بتربي مية واللمتين فرخة حافظ على نظافة العلافة والسقاية كل يوم وتلاقيها بتغير الفرشة أو النشارة كل ثلاثة أيام ده هو سر نجاح التربية المنزلية تلاقي الفرخ على ثلاثين يوم ما شاء الله اتنين كيلو بدون مشاكل بدون تحصينات بدون أدوية كتير طعم الفراخ حلوة الدنيا سهلة والأمور بسيطة ده السر فين الفكرة كلها أن دايما العلافة بتتنظف السقاية كل يوم بتتغسل في التربية المنزلية لأنه هم 3-4 سقايات فالأمور بتكون تحت السيطرة مفيش علف بيقع على الأرض فهو ده السر اللي أنا عايزك تنفزه في التربية بالأعداد الكبيرة إزاي إحنا اللي بنربي فيه ألافات هنتعلم من اللي بيربي في مية ولا متين كتكون الفكرة اتعلم الفكرة يعني أنا لما أقول لك بدل ما تفرش النشارة 6 سنط مرة واحدة الفكرة دي أنا جبتها من تربية المنزلية يا عم الناس ما تفرش الأسبوع الأول 2 سنط كفاية على قد حجم وزن الكتكون وتعالى بعد كده زود بدل ما تقلب زود نشارة الأسبوع الثاني زود إدي كمان 2 في 2 لحد ما توصل الـ 6 سنط اللي أنت عايزها لكن أنك تفرش الـ 6 سنط مرة واحدة وبعدين النشارة أو السبلة يحصل لها رطوبة من فوق وتضطر أنك تقلبها تعمل لك مشاكل تنفسية يبقى أنت خسروها لو أنت جبت بقى علافة موضوع حلقتنا النهاردة بتوقع علاف على الأرض أو على النشارة وترجع الفرخة تأكل علاف ملوس أنت كده بتمشط الكوكسيديا اللي بتأكل وزن الفراخ والكوليستريديا كذلك اللي بتعمل سموم على الكبد وبتعمل نافئ عالي طب وليه ده كله؟ طب ما تحافظ على أن العلافة نظيفة سأينظيفة وكمان مفيش رطوبة على النشارة زي ما ستات البيوت وزي ما التربية المنزلية بتعلمني خلاصة اللي عايز أقولها لك في الحلقة دي تلات نقط النقطة الأولى إن لازم تكون العلافات من أول ساعة من أول يوم الطبق بتاع التحضين والعلافة الصغيرة اللي اتفقنا عليها تمام؟ يكونوا دايما في حالة نظيفة مفيش سبلة داخل الطبق أو مفيش علافة بتوقع علف أو طبق بيوقع علف على الأرض ده بيتم إزاي؟ بيتم إنك بتختار طبق جودة عالية حرف ما يكونش مفتوح نفس الكلام في العلافة ما يكونش حرفها مفتوح أو الحلة بتاعت العلافة عالية عن مستوى الحرف بتاع العلاف لو الحلة علية ميلي أو سنطي طبقا لقانون أرشميدس العلف هيقع العلف هيطلع وهيعد الحرف وهيقع على الأرض فلازم وإنت بتختار تاخد بالك قوي إن الحلة تنزل تحت مستوى حرف العلاف علشان يفضل دائما العلاف في الداير بتاع العلافة ما يطلعش الفوق النقطة التانية السقاية دايما تتغسل يوميا دايما أنت تكون محافظ على ارتفاع السقاية بالنسبة لنمو الكاتكوت يعني السقاية مثلا في أول يوم بلاش تحطها على الأرض مباشرة على النشارة حط طبق تحتها ارفعها سنطي ولا 2 سنطي هتكون مناسبة لارتفاع الكاتكوت عادي بس بعيدة عن التلوث بعيدة عن النشار نفس الكلام في الإسبوع التاني ارفع بقى على الحامل الحديد أو لو انت شغال بسقاية أوتوماتيك خروباركة أو لو رجل انت شغال بخط النبل اظبط الارتفاع كويس ركز في التفاصيل صدقوني الشيطان يكمن في التفاصيل والعلاج يكمن في التفاصيل الحل برضو في التفاصيل طيب النقطة التالتة والأخيرة اللي عايز أقولها لحضرتك أنك تحافظ على العلف نفسه من السموم الفطرية منه ما يتخزنش فترة طويلة من أنه يكون دايما علف سوبر زاد جودة عالية علشان كل قرش هتحطه في العلف هيديك قصاده قرشين تلاتة في اللحم أو في الوزن بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا يارب أشوفكم دايما في خير وأحسن حاجة